أنا روسية بكل المعايير بهذه الكلمات تعبرت هذه العجوز التي تقطن على مشارف مدينة أفديفكا عن فخرها بجذورها الروسية وهذا حال المدينة بعد انسحاب القوات الأوكرانية منها فما زال سكانها يتمسكون بالبقاء في منازلهم رغم القصف المستمر وضيق ذات اليد وخطورة الوضع في المنطقة حتى الآن تواصل السلطات الروسية تقديم المساعدات منذ اللحظات الأولى لدخول أفديفكا وتقوم حاليا بإحصاء عداد السكان والنازحين ملاجئ خاصة تم تأمينها بما يلزم لاستقبال من فقدوا منازلهم أو أوراقهم الثبوتية ويحتاجون للمساعدة الطبية في مركزنا للإيواء المؤقت ثمانية وثلاثون نازحا أربعة منهم جرحا في المستشفى لا يوجد أطفال لدينا كان هناك في أفديفكا أطفال وتم ترحيلهم عمليات منح الوثائق تتم بشكل سريع وسيتم تأمين السكن والعمل للاجئين على الرغم من أن معظم اللاجئين رفضوا الحديث أمام الكاميرا خوفا على أقربائهم الذين تم إجلاؤهم إلى أوكرانيا إلا أن آخرين عبروا عن فرحهم بلمشملي مع ذويهم في دانياتسك لا يوجد مكان للذهاب إليه كل شيء تدمر واحترق لكن الحنين للوطن يبقى أريد أن أجلس في فناء منزلي حتى لو كان الرماد حولي لا أريد أكثر من ذلك عندما كنا في القبوي تشاركنا السراء والذراء وجمعتنا الصداقة على الرغم من اختلاف أقدارنا فمن من بقي تحت الركام وهناك من نجا نحن ممتنون لأننا تجوزنا هذه المحنة النازحون من مدينة أفديفكا نزلوا في المدن الأقرب والأكثر أمنا حيث يستطيعون استعادة وثائقهم أو إصدار وثائق جديدة ومن ثم تقرير المصير بالبقاء في روسيا أو الذهاب إلى أوكرانيا لقناتي العربية والحداث رائد الأخبر دانياتسك ترجمة نانسي قنقر